سرد القصص للأطفال المصابين بإطراب طيف التوحد هل له تأثير إيجابي؟ هل ممكن أن يفيدها الأطفال؟ هل ممكن أن يكون له تأثير على نموهم وتطورهم الشخصي والاجتماعي؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فتحي لطفي الخبير في التربية الخاصة والطفولة المبكرة أهلا بك معنا مستورين باستضافتك لأنه يمكن هذا السؤال مهم جدا نوصله بداية للأهل والمربين واللي بيعتنوا بأطفال المصابين بإطراب طيف التوحد خلينا نبدأ من فائدة القصة لأنناس كلها قصة مفيدة لأطفال طيف التوحد ما هي الفائدة لسرد القصص لهم؟ أهلا بكوصد زميلاد صباح الخير عليكم شوف خلينا نتكلم أن موضوع القصة مش مجرد حدوتة الموضوع ممكن نقول عليه فن نقول عليه علم نقول عليه أنت هتقرأ قصة لابنك ليه إيه الهدف من وراها الهدف هنا متعددة جدا أنت هتقرأها علشان تزود الحصيلة اللغوية عند الطفل ولا هتقرأها علشان الطفل يعبر بشكل جيد لأن بعض أطفال التوحد ممكن يقولك كلمة عن حدث كامل طب القصة ممكن من خلالها إيه؟ أعلمه أن يرتب الحدث بشكل منطقي أو بشكل تسلسل الأحداث بشكل صحيح فيبدأ الطفل عنده القدرة أن يحكي لي على موقف حصل معاه سواء في المدرسة أو في غير المدرسة الطفل مثلا نفترض أنه لسه في المرحلة بتاعت الأول سنتين من عمره فالمرحلة دي الطفل بتعلم المفردات اللغوية المحيطة به فأنا بأعدي لك هنا قصة ليه علشان أدي لك مفردات اللغوية عديدة فتكتسب لغة سيقبلية كويسة أحيانا ممكن يكون الطفل فوق 3 سنين وأنا بدأت عايز أدي له بعض العادات السلوكية الإيجابية إنك لما تدخل على مكان تقول مثلا صباح الخير إنك تخبط على باب إنك تلعب بشكل جيد مع زملائك وهكذا فممكن يكون الغرض من القصة هنا بهيفير أنا عايز أدي لك عادة سلوكية جيدة أو مقبولة إنك تقوم بها في المسابل عفوا إنك تقوم بها في المسابل لما تتعرض لنفس الموقف ده بالزفر صحيح وهكذا برضو أطفالنا من الترابتف توحد عندهم كسور في التخيم هو طفل شفاف جدا اللي هتقول عليه هياخد معنى الكلام مش هياخد المغزى ما بين الجمل شكلها بالزبط طبعا أحيانا إحنا كعرب اللغة بتاعتنا سريع جدا فأحيانا بنقول كلام ونقصد به أحيانا حاجات تانية صحيح طفل طاحق كمان من خلال القصة أنا بغاية أعمله حاجة إنه يعمل تصور زهني للأحداث إحنا بنقرأ فوق بيبدأ ياخد الحدث اللي شايف يحطه هنا بنقرأ مرة تانية فوق بياخد الحدث هنا فبدأ يعمل زي نوع من التخيم بيعمل التصور الشكل بتاع الحدوتة دي أو القصة دي شكلها هي وهكذا فهتلاقي إن الفوائد طبعا عديدة جدا كثيرا يعني أنا صراحة يعني جوابك شكرا إليك لأنه فتحت اللي يعني متل ما بيقوله دهني على كتير من الخصائص يلي بتمتلكون القصة يلي ممكن تفيد هالأطفال بس هون عندي سؤال إذن هل القصص لأطفال التوحد يجب أن تبنى بطريقة معينية يعني يجب إنتاج قصص خاصة لهؤلاء الأطفال بتختلف عن القصص العادية اللي منشوفها به كافة قصص الأطفال والكتب شوفوا سؤالك ده جميل جدا فعلا هي مش هتختلف من من شكل القصة بشكل عام كغلافة عليه صورة مميزة كصور داخلية بتكون حجمها كبير شوية حجم الكلام بيكون بسيط شوية لأنك إحنا عايز الهدف على طول بشكل معين فمش محتاج تخط منموعة كلمات كتير فاكر القصص بتاعت زمن لما كنا نفتحها ونلاقي أغلب الصورة أغلب الصفحة عبارة عن صورة وسطرين تحت بالزحر كده دي القصص المفيدة في مرحلة الطفولة بالنسبة للأطفال ثانيا هنا طبعا لو فيه قصص متخصصة مشها وفقا لمنهج يعني مثلا دي مجموعة القصص اللي خاصة بالمفردات اللغوية بالمجتمع دي مجموعة القصص اللي خاصة بمواقف الاجتماعية المختلفة بالمجتمع دي مجموعة القصص اللي خاصة مثلا بالأسرة أو بالمدرسة أو بكذا احنا بنقب مش منتكلم هنا عن التوحد احنا بنتكلم عن كل الأطفال ما فيش المجموعات المتخصصة دي أصلا في السوق انت بتروح السوق بتختار بتعمل نوع من التمشيال غيرت متلاقي قصة مثلا اه اوكي عجبك ممكن تنفع أولادي في المرحلة ديت وانا كنت محتاجها ليهم فا اوكي عجبها المعكزة احيانا ممكن تكون شاطر وانت تعمل كرييتا للقصة تسعين بيصور من على النت وتخط انت السطرين ويتوقعك وتتبعها وتعمل انت قصة دماء خفيف من خمس ست صفحات هي دي اللي انا هقراها الابن مثلا ولا حاجة وتقدر غرط طب يعني كمان اللي عم بتقوله كتير مفيد للأهل اللي يعرفوا كيف يقرؤون القصة اذن يعني في عاملين مهمين القصة ومن يقرأ القصة صحيح او هل هناك بعض النصائح للأهل على كيفية قراءة القصص ليه خاصة لأطفال طي في التوحد يمكن يتمهلوا هل يمكن يجعوا يعيدوا الجملة هل فيه يعني فيه شوية نصائح تقدم لهم ياهم شوفوا سيد ميلاد اولا خلان تفق ان القصة في خلال اليوم مش هتاخد مننا من خمس زي عشر بقربع ساعة وده اقصى حاجة لها لكنها فعلا لو تحطت من ضمن روتيني اليوم هتفرق كتير جدا مع الطفل خلي بالك بقى فيه نقطة مهمة جدا في القصة ازاي تقراها وفيه هدف تاني من وراها خفي جدا طفل تواحد احنا انت بتكلمه ما بيبقاش سامعك بيمشي احيانا او عايز كلمة واضحة او جملة بسيطة هيقديلها هعملك للإسجابة اللي خاصة بيها وبعدين هيمشي لكن مش مزي كده مع حضرتك واحنا عادين نتكلم مع بعض طب من خلال القصة يحصل ايه هيتعلم الطفل ان يستمع اثناء الحديث لي ودي حاجة احنا محتاجينها كتير صحيح طيب انا زي اعاده وانا صعب لانا اعرف احنا اعاده كعب او كأم التفل اللي بتدلع علي احيانا والكلام ده هنا فيه تكنيك لذيذ قوي هات القصة اللي انت هتقراها للتفل وهات اي طبع حط فيه زي معزز بيكون حاجة محببة للتفل بكسرات زبيب فكحة اي حاجة صحية بتخطها جنبك والقصة بتتقري في اي مكان اقراها على الارض اقراها انتنايم اقراها على السرير اي مكان ما تتأيدش بمكان معين حط الطبع هتفلك هتقول لي طبعا هايقعد ياكل ومش هيسمعني اقول لك يا سيدي خلينا نبدأ ان الاول يعد وانت بتتكلم لدي اول هدف انا عايزه حتى لو بياكل بس هو بدأ يتعلم ان اقعد وانا بتكلم تخصيص هايدي المساحة وهذا الوقت للقصة بحد ذات وهو نفسه بدأ يربط الفكرة بعد كده انه هاعد لما بابا او مام اتكلمني طيب القصة استمر عليها من اسبوعين لتلاتة مغيرش كل يوم قصة نفس القصة نفس القصة شو السبب اول حاجة خلينا نتكلم منها تلاتة سبع اول اسبوع التفلة هيكون مطلقي فقط انا اللي بحكيها اوكي تاني اسبوع التفلة هيبدأ يشاركني لان خلاص كل يوم مع التكرار وانا فتح القصة بقوله والاسد بيلعب حتليه عفوين بقول لي مع الزئب بلا شوي يستجيب بدأ وبدأ خلاص متوقع الصفحة اللي جاية فيها ايه والصفحة اللي جاية فيها ايه وبدأ يدخل معي بشكل مشاركة طب الاسبوع التالت يحكيها لي بقى انت فمرة اصبحت مطلقي مرة اتشاركنا الاسبوع التالت انت اللي بتحكي مش هيحكيها الطلقة انا هساعد هنا ومساعدة دايما بكلمة السر وبعدين وبعدين مع كل صفحة يبقى هنا كلمة بعدين انا ربطت بها الجمل فاصبحت موضوع صحيح وساعدته كمان رائع اللي عم بتقوله لانه كمان ساعدته بانه يقدر يعرف انه فيه اجزاء وفيه مثل انسيابية يجب ان تكون ورا بعضه وكمان جاعة علمته المهارة الاولى اللي حكيت عنها يمكن كمان الاهل يلي اولادهم يعني بيعانوا من اضطراب طايف التوحد بيهمون شوي التواصل الاجتماعي للطفل هل هناك ايضا يعني فائد من سرد القصص بهذا الاطار بالذات في حاجة في سرد القصص اسمها السايكو دراما اللي هي انت من خلاله انت بتحكي القصة ولا متحكيهاش طبعا باللغة المكتوبة القصة احكيها بلهجتك سواء مصري قطري لانه يحكي بلهجتك انت لانه يدي اللهجة اللي الطفل بيتواصل انا هحكيها بشكل تفاعلي يعني انا باتكلم عن الاسد بقوله نا بقوله مش عارف ايه اصوات طلو فهنا ملامح الواجد تتغير اللي هي الدراما بتاعتها مرة مبسوط مرة خايف مرة كذا التون النيامات بتاعت الصوت بتعلق وبتوطى وفقا للحدث فالطفل هو كمان بيبدأ يعملي احنا اطفالنا من التوحد ماشينا على نغمة واحدة بيبدأ كمان هو كمان يعلم بعض المواقف ويتعلم ان يهدف بعض المواقف ما هو شايف طريقة الالقاء بتاعته في شكله بدأ يقرأ انتباعات الوجه كمان شكلها ايه الصورة دي بتدل ان بابا مبسوط اه انا شوفت دايما العلامة دي بيعملوها مبسوط الصورة دي بتدل ان بابا خايف ان بابا مزهول ان بابا كذا يبدأ ياخد الانتباعات اللي خاصة بالمشاعر والوجه فدي طبعا بتأثر طبعا بشكل جيد جدا اجتماعي ثانيا انت من خلال القصة كمان ده هدف من ضمن الاهداف هنا تفلين شوف بيلعبوا زي مع بعض ده مستني دوره ده واقف مش عارف ايه ده بيباصي ايه ابناء قصة تانية مثلا بص بيلعب زي بيكسر في حقته بص بيزوق الولد ده مش كويس الولد ده هياخد سات فيس الولد ده شاطر هياخد هابي فيس الولد ده مين هنديدله صحي هنا ده مين هنديدله خطأ هنا ده يبدأ كمان يربط المواقف الايجابية والمواقف الغير ايجابية من خلال الحدث اللي بيتم ده حدث مقبول ولا غير مقبول وطبعا ده بتأثر في التواصل الاجتماعي اكيده بسلوكه يمكن اجتماعية لانه يمكن كمان عم نحاول نبسط له الامر لدرجة لحتى هو مع التكرار كمان سير يعرف هذا السلوك اللي هو نحنا بدنا يا انه يقوم فيه او انه هيدا السلوك اللي بدنا يا بدنا يا يتجنبه وبفتكر هذا الجزء من التربية خاصة بتنمية يعني بسيكولوجية تنمية الطفل كتير يعني يمارس على كل الاطفال كيف منعزز سلوك معين او كيف منلغي سلوك معين من عند الاطفال كلمة اخيرة للأهل يلي خلنا نقول ما بيصبروا تعرف بمشاغل الحياة لانه مثل ما ذكرت لنا في صبر في تكرار في اهداف يعني مش انه احنا مساكنا القصة يبدو انه عن الاهدافنا عم تتغير من اسبوع لا اسبوع لان العملية تشاركية وتفاعلي ومتطورة شو بتقلنه للأهل يلي ما عندن هذا الصبر الطويل والله يعني الاهل طبعا الله يعينهم ويقدرهم دايما لان العب الأول بيكون عليهم لكن يعني التسمي بالصبر والمجهود والمخاولة وعرف ان اي حاجة هتعملها مع ابن في مرحلة التفولة حتى لما بنشأ أصارها حالياً هيجي لها الوقت ويظهر الأصار الإجابية الخاصة بها فما تقسيش وكمليه شكراً لك مهم هذا الشيء وشكراً على هالنصائح العمالية البسيطة بتمنى يكونوا الأهل استفادوا منها شكراً لحضورك شكراً لك شكراً لك شكراً لستاذ فاتحي لطفي الخبير في التربية الخاصة والطفولة المبكرة شكراً جزيلاً لك